اهلا بالزوار الكرام ومتابعي القناة اليوم من خلال هاتشاري الفيديو سنحاول نتكلم على واحد المجموعة ديال الإخوان والأخوات كي يتسألوا واش المرسوم الجديد للصفاقات العمومية تم النشر دياله عبر الجريدة الرسمية الجواب بالطبع لا هو اللي هو معروف بأن المشروع الجديد للصفاقات العمومية تم المصادقة عليه في نهاية شهر دجنبر ولكن لحد الآن لم يتم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية وكما هو معلوم لإعلان فوقاشكي دخول التطبيق هو في اليوم الموالي لنشر دياله داخل الجريدة الرسمية ولكن هذا لا يمنع من تقديم واحد المجموعة من المستجدات اللي من خلالها يعني سنحاول نصرد بعض المستجدات اللي أولا هناك يعني اعتماد مرجعية الأتمان كمعيار أو كآلية لتقييم طلبات العروض ثم هناك أيضا اعتماد النمط يعني للموت سمبل ديلا پاساسيون دي مرشي يعني لإبرام صفقت يعني واحد نموداج وبسيط جدا واللي كي اعتمدوا هاد المرسوم من خلال يعني إدماج واحد المجموعة من المقاولات الصغرى والموت والسيطة اللي كتنشط داخل النسيج الاقتصادي واللي عندها واحد دور أهم في النسيج الاقتصادي الوطني وبالتالي كي هاد الفئة هادو إجا كمستجد ليسمح لهم باش يدخلوا غمار المنفسة ولكن بدون شهادة مرجعية يعني صن اعتستاتيون دي ريفرنس بدون مرجعيات تقنية يعني ما كيتطلبش منهم لزاتي ساتون دي ريفرنس كي إن كلهم يدخلوا للميدان المشاركة في الصباقات العمومية ثم أيضا هناك يعني إدماج يعني الصناعة التقليدية في اللائحة أو القائمة اللي من خلالها كي يسمح المجموعة من المرافق العمومية باش تتبرم الصفقات المتعلقة بالترميم وعبره يعني صفقات الإطار بمعنى لأول مرة كيدخل هذا النوع من 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 ترميم كيدخل لك قائمة لمن خلالها يسأدن الأمر بالصرف بالقيام بسفقات إطار من خلال يعني هذا النوع من الأشغال ثم هناك أيضا الأفضلية للمقاولة الوطنية واللي شنو اللي كان من قبل كانت واحد النسبة دي الخمستاش في المية ولكن نسبة غير تابتة يعني كتبقى كحد يعني كنسبة أقصى يعني هناك واحد السقف دي الخمستاش في المية ولكن لم تحدد لأن شنو اللي كان كان يعني كتبقى على حسب يعني نوايا صاحب المشروع على حسب يعني ذاك البرد على حسب ما يرتائه واش يعني هذك النسبة يوصل لها أو نسبة أقل ولكن في المرسوم الجديد الفين وثنين 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 وعشرين المرسوم الجديد للصفقات العمومية كيحدد هذ النسبة يعني في عشرين في المية وهي تعاد نسبة تابتة بمعنى يعني صاحب المشروع مني كي يشارك عفوا من حيث صاحب المشروع كي ينشر واحد واحد طلب العرض سواء في البوابة الإلكترونية واللي للتذكير بأن البوابة الإلكترونية لا سوميسيون إلكترونيك رغت تولي إجبارية يعني لجميع الصفقات العمومية لجميع المشاركات في طلبة الغروب اتداء من غشت مهما كانت قيمتها ابتداء من غشت الفين واحد غشت الفين واثنين وعشرين وابتداء من شهر فبراير يتم اعتماد يعني المشاركة الإلكترونية على الصفقات العمومية التي تصل الجوجل مليون الدرهم وما قل بعد ما كان يعني تم التأكيد على يعني المشاركة الإلكترونية بالنسبة للصفقات التي تجاوز يعني خمسة المليون درهم ابتداء من شهر نوانبر الماضي ثم هناك ايضا اعتماد واحد نامت جديد وهو لفخ يعني اذا ك لابل دوفر سبونتاني و لابل دوفر كومبيتيتيف يعني الطلب العرض التنافسي وطلب العرض يعني تلقائي بمعناه هنا كي تركز بالاساس على الابتكار وتقديم بعض الحلول لبعض يعني بعض الحاجيات اللي كيكون صحي بالمشروع يعني يرسأ واللي من خلالها كي يحاول يلتج لهذا النوع من الصفقات بخصوص هاد يعني هاد النمط ديال لوفر بلوتو لابل دوفر سبونتاني ثم هناك أيضا إجبارية المقاولات الأجنبية اللي كتشارك في طلبات الغروض يعني باش تكون تحدد واحد النسبة ديال خمسة وعشرين في المئة للأشغال من الباطن يعني لسود خيطانس بالنسبة المقاولة الوطنية وكذلك إدماج يعني الكفاءات من المهندسين والتقنيين بالنسبة لمكاتب الدراسات لي هاد المشروع كي يلزم عليهم باش واحد نسبة من خمسة حتى العشرين في المئة اللي تخدم يعني في إطار يعني مكاتب الدراسات وهاد الأجنبية واللي هي نائلة الصفقة كي يحتم عليها باش تشغل هاد الكفاءات الوطنية ثم هناك تحديد أيضا واحد النسبة ديالعشرين في المئة بالنسبة يعني المقاولات أو الشركات اللي كتكون نائلة الصفقة وفي واحد المنطقة معينة كيلزم عليها باش تشغل واحد النسبة ديالعشرين في المئة من اليد العاملة المحلية والإدماجها يعني سواء يعني غد يكون ورشة يعني أو أشغل بناء أو غيرها من هاته الأمور يعني كيكون واحد البند اللي كيلزم على ذاك ذاك المقاولة أو تلك الشركة يعني باش تشغل هاد اليد العاملة المحلية ثم الرفع من من قيمة يعني الصفقة المحدودة أو ما يسمى بالمقشي غاستها من جوج المليون ديالدرهم إلى خمسة المليون ديالدرهم بالنسبة للصفقات اللي غدي يتم الإبرام ديالها في نطاق يعني الترميم ترميم يعني المآثير وترميم يعني البنايات التاريخية ثم إلزاميات أيضا اللي كيلزم هاد المشروع على صاحب المشروع هاد المشروع هاد المرسوم الصفقة العمومية الجديد كيلزم على صاحب المشروع باش يعني يعطي الأفضلية للمقاولة الصغرى والمقاولة المتوسطة وأيضا التعاونيات والمقاولة المداتيين في النسبة اللي تم تحديد ديالها واللي تم الدكريلها سابقا يعني كنسبة تابتة ديال 20% لأن شنو نلزم نلزم على هاد يعني في بداية يعني من يك يتم يعني ويكون ملزم بنشر واحد 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 البيان ولا واحد اللائحة يعني بالصفقات اللي تم الإبرام ديالها مع هات هي الفئة اللي كينشرها يعني في البورط أو البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية ثم هناك أيضا يعني بالنسبة لأشغال من الباطن اللي هي صبحات يعني مشي مشي كالشرط اللي كيشترتها صاحب المشروع من خلال نظام استشارة ولكن كتتعطاء يعني كامل حرية للمقاولة أو الشركة باش تقدم بيون نفر يعني من تلقاء نفسها يمكن لتدير يون نفر دوباز و بالمواكبة يدير يون نفخ ثم يعني المرسوم يعني يعني ما بقاش المرسوم يعتمد على يعني هذا ما كان اللي كان يتسمى في المشروع دي الالفين و تلتاش بالوفخ و بالوفخ اكساسيف ولكن الآن تم اعتماد يعني مرجعي الأتمان من خلال التقييم لطلبة العروض و انتقاء صاحب يعني صاحب العرض الأتمان اللي كي مربح بالنسبة للإدارة و اللي كيعطيه واحد يعني نفخ أفضل أفضل و يعني حتى يعني باش تعرفو بأن هد يعني إدخال المرسوم الجديد حيز تنفيذ هو يقتصدي واحد دزام ناجمات على نفس البرتاة المارشي بيبليك و كينين أيضا يعني بعد المتدخلين اللي يعني في نطاق المشاركة الإلكترونية اللي تم الاعتماد ديالهم يعني بخلق واحد خلق واحد يعني واحد الإمكانية ديال اللي كتع في المقاولين والشركات يعني بالميزة بإدماج لتيار اللي كينوبوا على الشركات والمقاولات في تسليم يعني التسطيق الفيسكال والتسطيق والسنة الساس والروجيس دا كومرس يعني هذ كلها مستجدات اللي كتدخل في هاد المرسوم اللي يعني كيتطلب حاليا يعني يعني انا مناجمات يال واحد المجموعة من الاليات والترتيب وحد المجموعة من الاليات لكي يدخل الى حيث التنطيق فالى هنا اكتفي بهذا القدر واستودعكم والله والى اللقاء في حلقة جديدة بحول الله ومع مستجدات اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة